تونامي المغرب مذيرية الأرصاد الجوية تدخل على الخط في الأيام القليلة الماضية انتشرت على نطاق واسع شائعات حول احتمال تعرض السواحل المغربية لموجات تونامي قوية هذه الشائعات التي انتقلت بسرعة عبر وسائل التواصل الاشتماعي أثارت حالة من القلق والتوتر لدى الكثيرين وقد تزامن انتشار هذه الشائعات مع ظهور صور وتسجيلات مصورة تزعم أنها تبين مناطق ساحلية ستتأثر بشكل مباشر بمثل هذه الموجات المدمرة كما تم تداول معلومات حول إرشادات وتوجيهات تم وضعها في بعض المناطق الساحلية حسبا لحدوث هذه الكارثة في مواجهة هذه الشائعات المتزايدة سرعت مدرية الأرصاد الجوية المغربية إلى التدخل وتوضيح حقيقة الأمر فقد أكدت المدرية بشكل قاطع أن لا أسس علميا لهذه الشائعات وأنها لم تسجل أي مؤشرات أو بيانات تدل على وجود خطر وشيك بحدوث تنامي على السواحل المغربية وشددت المدرية على أن الصور والمعلومات المتدولة حول المناطق المتوقعة تأثرها بالتنامي هي معلومات غير دقيقة وغير متوقعة ولا تستند إلى أي دراسات علمية أو بيانات علمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر